هل من يصدق في لبنان أن الثنائي قد يتراجع عن حصر تأييده الرئاسي بسليمان فرنجية؟ أو أن المعارضة قد تقبل بالتشاور أو الحوار بلا معطى خارجي جديد؟ فلو كان الأمر متاحا لحصل منذ أشهر وحتى قبل حرب غزة والجنوب ولا ما كان هناك من داعا للانتظار حتى اليوم ولا للتلميح إلى أن المجلس النيابي الحالي قد لا يتمكن من انتخاب الرئيس ذلك أن النقاش الدائر في هذا الشأن على الساحة المحلية بات يتجاوز النواية إيجابية كانت أم سلبية إلى التجارة السياسية والمزايدات والمناقصات الأعلامية ليس إلا فتمسك الثنائي بفرنجي ترى فيه المعارضة محاولة فرض وبسطا للهيمنة فيما يعتبره حزب الله وأمل حرصا على ملء المقام الرئاسي بمن لا يطعن المقاومة في ظهرها ويكرر تجربة الذهب والخشب أما رفض المعارضة لرئيس المردة وتقاطعها مع أفريقاء آخرين حول جهاد أزعور فيراه الثنائي مجرد تعطيل لأن المرشح المذكور لا يبدد هواجس الحزب والحركة من جهة ولا يستجيب لطروحات المتقاطعين منفردين من جهة أخرى وبين الطرحين المتناقضين تدور الأزمة وتمضي الأيام والأشهر وحتى السنوات ويتمدد انهيار الدولة ويزداد تحلل المؤسسات الذي لم تنجح في علاجه المبادرات ولا يحجبه هدير الطائرات المعادية ولا تخفيه احتفالات الصيف وحفلاته في أوضح تعبير عن عمق التناقض اللبناني إنها بكل بساطة حكاية وطن هو بحد ذاته أضحى شهيدا على مذبح المصالح الإقليمية والدولية ثانيا ولكن أولا على مذابح الإقطاع السياسي والمذهبي والمالي المنتشرة في الوطن المريض من أقصاه إلى أقصاه